اشتركوا في القناة من البكتيريا العقدية او العنقودية يتم هذا الاختبار في الاسبوع السادس والثلاثون الى الاسبوع السابع والثلاثون من الحمل للتعرف على وجود نوع من البكتيريا غالبا تسبب نوع من انواع الاتهابات الرئوية او اي عدوة خطيرة تصيب المولود اثناء فترة الحمل ويتم استخدام مسحة لاخذ خلايا من المهبل او الشرج ويتم ارسالها للفحص المخبري من قبل متخصص او طبيب متخصص في علم الامراض المعدية في هذا المجال ويتم معرفة نوع البكتيريا وفحصها واعطاء العلاج اللازم في هذه الفترة كي يتم يعني تفادي اي نوع من انواع الاضطرابات المرضية بسبب هذه البكتيريا و الى هنا انتهى الدرس كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي و ان شاء الله نشوفكم في درس قادم ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا